بس خلينا أقول في الأول اللي مش بينامح صح مش بيعيش صح يعني في علاقة قوية جدا لأن أنا بعمل ريسترط الكل وظيفة حيوية من خلال النوم لو أنا جهاز عندي وشغال ما بيفصلش تخيالي أدائه هيبقى عامل إزاي بالك بالبشر بقى إحنا في كل سنوات العمر وزي محضرتك أشارت وأكد بالأطفال تحديدا لأنهم في مرحلة النمو ده بيأثر جدا جدا على مستقبلهم وعلى حياتهم مش بس الصحية خلينا نقول إن ارتفاع الضغط ده مؤشر للخلل اللي بيحصل في الصحة مش قصة إنه مرض يعني أي مرض ده خلل فخلله بيحصل في مرحلة ما ينفعش أو طبيا جرل يعني التاريخ بيقول إنها بتيجي في سنوات مع التقدم في السن مش في سن الطفولة ده المعتاد فنتيجة الخلل في النظام الصحي إن أنا مش بريح إن أنا مش بفصل إن أنا مش بعمل ريفريش لكل جسمي هرمون النمو مش بيشتغل عقلي مش بيرتاح خاصة إنه مش بيبقى مشغول بحاجات تغذيه زي إراية أو أو لكن ممكن يكون صهر إن أنا بلعب جيمز بعمل حاجات مش مفيدة ليا فبتجهدني صحيا بالإضافة لإنها بترهق عقلي ومش بتديه الفرصة إن أنا ارتاح فخلينا نقول إنه كل السنوات عدد الساعات المثالي قد إيه بيختلف من تبقى للسنوات يعني في سن سنة تلاقي الطفل بينام موظم يومه لحد 18 ساعة لحد من 16 ل 18 13 ل 18 تبص تلاقيه سنتين بيقلي شوية لحد ما نوصل للناضج اللي هو 20 سنة 8 سنين الأطفال لحد 13 ساعة 8 ساعة 8 ساعة في العمر هو تلت العمر الأمهات بيعانوا ليه في الأول 18 ساعة نايم دعم طول صهرانين بياكس الساعة صحيح صحيح في السن الصغير بنعاني بقى إن احنا مش عارفين هو عايز إيه بيبكي بدون سبب لكن هما مش 8 ساعة هما يعتبروا لو رنجي العمر الطبيعي 60 هما 20 ساعة نوم في عمر الإنسان تلت العمر هو نوم 8 ساعة الإديان بالنسبة للبالغ اللي عنده 20 سنة طب إحنا نتكلم على إيه دلوقتي تحديداً الفئة العمري اللي هنتكلم عليها الأطفال بصي خليني تجي الأطفال لأنهما المستقبل هما لنا مش بس إنهو بينام من كام ساعة ده أنا بعوده على ستايل حياة شكل إنهو متعود إنه فيه ساعة معينة بيفصل عندها بينام الساعة البيولوجية بتقوله نام هو عايز يوصل لمرحلة إنهنا عوده إن فيه ساعة بيولوجية إنه أنت دلوقتي تبسط ليه عمالي التاوب وعايز يدخل ينام الأم مسؤوليتها في السن المبكرة دي إنها تأهله إن يدخل في الساعة دي إنه ما يبقاش مهايبر بقى وصاحي وبيلعب ونشيط وتقول لك إنه ينامش قبل الساعة ربعة الصبح وبيخلينا كلنا قاعدين جنبه يخايفين إنهو يعمل حاجة أو يشغل حاجة أو أو خلية خلية